اكتمل عقد المتأهلي لدورة ثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث شهد دورة ستة عشر العديد من الأحداث والمفاجآت أبرزها خروج حامل اللقب فريق الهلال كما شهدت المباريات أحداثاً مثيرة الإخبارية تسلط الضوء على مباريات الدورة ثمن النهائي نتابع أسدل الستار عن منافسات دورة ستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وكما هي عادة مباريات خروج المغلوب لم تخلو من المفاجآت أبرزها هي سقوط حامل اللقب الهلال أمام القادسية الذي نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد لتخسر المسابقة أحد أهم المنافسين على حصدها والطامح إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي في الجمع بين لقبي كأس والدوري الذي لا يزال يعتلي صدارته أما أكثر المباريات إثارة فكانت مواجهة الاتحاد والاتفاق التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث حول الاتحاد تأخره بهدف لفوز بهدفين واضطر فيها الحكم لمنح دقائق إضافية للشوط الأصل الثاني وصلت إلى أكثر من مئة دقيقة بعد توقفها لطرد حارس الاتفاق وفي الدقيقة الأخيرة نجح الاتحاد في إحراز الهدف الذي أهله لمقابلة الشباب وأحبطت أندية الدور السعودي المحترفين أي مفاجآة من أندية دور الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى حيث نجحت أندية الممتاز في تجاوز تلك الفرق إذ نجح الفيصلي بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين ولم يجد الأهل المنتشي بتعاقداته الأخيرة صعوبة بالفوز على العروبة بستة أهداف دون مقابل وخاطف النصر فوزاً صعباً على النهضة بهدف يتيم بلغ به الدور التالي وفرط الضيوف بفرصة ثميلة بإهدارهم ركلة جزاء كان تسجيلها كفيل بإخراج النصر كما واصل الشباب تقديم عروضه المميزة وتجاوز الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واصل من خلالها المدرب كارينو ولاعبيه فرض احترامهم على الجميع واستطاع الباطن تخطي عقبة ضمك بالفوز عليه بهدفين دون رد بينما احتاج الفيحاء إلى اللعب أشواطاً إضافية لحسم تأهله أمام الفتح الذي كسبه بهدفين لهدف وكشفت مباريات هذا الدور أن الأرض ابتسمت لأصحابها حيث نجحت جميع الفرق التي لعبت على أرضها بالفوز وستنتظر الجماهير مزيداً من الإثارة في الدور ربع النهائي من المسابقة التي ستتجدد فيها الإثارة من جديد ترجمة نانسي قنقر